احنا كسبنا 3-0 وبعدها كما لو ان الحكم يعني قالك خلاص هو 3-0 دي يا اللي خلاص انتعت لو نتذكر ايامها اسام العربي جاب جول رابع لغاء معينه موش حاجة خالص ودي من النوادر ان اسام العربي اسام العربي يسجل يعني لكن لغاء لما يجينا نلعب هناك طبعا برضو استخدموا حاجات غريبة كان عندهم لما اغزى خنازير تنزل مش عارف الملعب يقولك تنزل وتجري ودي بتبقى فقل واكفزة كده 10 دقيق والنتيجة الاتزاد 0-0 شاطط احنا قبل الهدفين احنا مضاعين جولين ما يضعوش واحدة الطاهر على انا بالدماغ والارض راح تطلع فوق الخشبة واحدة ثانية اعرفش كانت لمن وبعدين هما جابوا فينا جولين عادنا ربع ساعة والنتيجة 2-0 احنا كذبين هنا 3-0 انا اذكر بعد ما رجعنا للفندق فشوفنا كانوا زيعين الماتش بقى عدوه فجايبين الربع ساعة كلها شاشة نصها علينا احنا الجهاز الثاني احنا وقفين والنص على الماتش لانه بقى خلاص اي جول تاني يجب يبقى ثلاثة ثلاثة ويبقى بقى اما هيعمل البينالتي اما هيشوه يكمل ازاي فكان صعب كان متش صعب لان احنا كان اي جول كان يفرر كتير ويانا اللي احنا جبنا جول من الجوال اللي راحت كان يفرر كتير اولا في نفس الوقت برضو فرقتنا صمضي في الربع ساعة الاخيرة بشكل جيد انما الكورة عندهم تقدمت شين تجابونا وعندهم لعيبة رائعين يعني عندك مثلا في المنتخب اذا كان ايفونا بيلعب في المنتخب فيه اوبا بيانج اوبا بيانج اللي هو نجم الارسنال الان وكان قبل كده مع فريق دورتموند نستعد المباراة السعدات جيد ما نقولش دي اول مباراة في البطولة يعني بلعب مع فريق غير مصنف لان فيه فرق غير مصنفة ممكن تطلعك فلازم اهتم بالمباراة اهتمام كبير جدا لان دي بطولة بحد ذاتها في المباراة الدوري اللي باقية ما يتفرقش لو جيت متش خسرته ولا متشين ما فيش مشاكل تقريبا يعني بقيل لك مثلا متشين تكسبهم وخلاص والدوري انتهج لازم اهتمني بيها كويس واستعد دا لك كتفشان بدري لازم نستعد بيها كويس اول اللي بتهتمني بالمباراة تدي اهتمام كبير جدا سواء هنا سواء هناك في الاستعداد في التاكتكس اللي هلعب بيها في الاهمية الكبيرة في التفاصيل الصغيرة اللي لابد ان انا احتاط منها جدا لانه يعني زي ما يقولوا النار من مستصر الشرر فطبعا فيه اقطاء صغيرة جدا ممكن تكلفك كجول ملوش اي لازمة زي ما حصل في الله مع الوداد جولين ملهمش اي لازمة يعني الجولين اللي جيوا فينا ملهمش اي لازمة جيهم نتيجة الاقاطئين واضحين جدا وفي مباراتين متتاليتين تكلفونا كتير فان شاء الله انا شايف الفرقة اتحالك كويسة جدا بازن الله تعالك كابتون عشام رائع جدا وماشي مع الفريق بشكل رائع جدا ومحقق النتائج كويسة جدا وبيلعب بتاكتكس مختلفة باستمرار في الموراة بيقير في التاكتكس تحته وقت ما يحب بيجازف بيجازف وقت ما يحب بيدافع بداية المجازفة خدت منها اللي انا عايزه وجدت جولي المكسب برجع عوازم تاني ودي برضو يعني فراسة جيدة جدا من الحسن بدري وأنا بتمنير التوفيق مع النادي الاهلي بإذن الله ان هما يعدوا هذه المرحلة بسرعة